يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا والمانيا وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث قطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن وزراء الخارجية سينوقشون آخر مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة من أجل الدفع قدما بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جدة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة